رئيس سيسي يؤكد حرص مصر على تعامل مع أزمة تسد النهضة من خلال التفاوض إردوغان يواصل الإطاحة بقيادات من الجيش التركي ويعين موالين له ورئيس الوزراء العرقي يدعو الأجهزة الأمنية لحماية المظاهرات ويتعهد بتلبية مطالب الشعب الخامسة مساء الثالثة في جرينتش نشرة إخباريات مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد باروس كورونا احمي أهلك احمي بلدك بداية هذه النشرة مع دينا زهرة أهلا بك دينا أهلا بك شادي وأهلا بكم مشاهدين الكرام بداية هذه النشرة في تفاصيلها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لإثيوبيا الحق في التنمية ولكن بما لا يؤثر على حصة مصر في مياه نهر النيل وخلال افتتاحه المدينة الصناعية بالروبيكي طمأن رئيس السيسي الشعب المصري إذا هذا الملف مشيرا إلى أن قلق المصريين في هذا الصدد مشروع وطبيعي من حقكم أن تتقلقوا على موضوع المياه لأن موضوع المياه بالنسبة لنا حياتنا يعني وأنا بطمنكم مش عشان حاجة عشان عدالة القضية عدالة القضية بتاعت المياه إيه علاقة ده باللي أنا بقوله حنعرف دلوقتي عدالة قضيتنا في أن الموضوع المياه ده ووجوده في مصر مش مش مطلب ده مطلب يعني أثباته الهرم اللي موجود في الجيزة ده الحضارة دي قامت على المياه قعدة ألاف السنين تيجي عشان كده بقول عدالة القضية أن دي مياه كانت بتجيلنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جابها النقطة الثانية عدالة القضية بتاعتنا أن احنا كنا دايماً حرسين على أن احنا زي ما احنا عايزين نعيش نقول كمان للآخرين في أشقائنا في أسيوبيا وفي السودان وفي أي حتة في الدنيا أنهم ما يعيشوا زينا وعشان كده قلنا وكنا بنتكلم بمنتهى الإخلاص أن احنا بنقول له من انتم من حققكم من انتم يعني تولدوا الكهرباء زي ما انتم أعلنتوا من الهدف من بناء هذا السد لهذا الهدف وإحنا معاكم فيه وبإخلاص زي ما قلت كده ونتمنى لكم التوفيق ونساعد كمان فيه بكل حب وبكل نوايا طيبة بس بشرط أن الموضوع ده ما بقش لي تأثير على المياه اللي بتجيلنا وأكد رئيس سيسي حرص نصر على تعامل مع أزمة سد نهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري مشيرا إلى أن نصر تخوض معركة تفاوض مع الجانب الإتيوبي كنت أتمنى ان احنا في يعني نتكلم كده ويبقى داتة وجهنا الإعلامي ميش ان احنا بس نقول لازم دي تتحل بعمل عسكري ولا لا 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 ده الخير بيجي من هناك وإحنا ناس حرصين جدا جدا على أن احنا نتعامل زي ما قلت كده من خلال التفاوض وأنا بقول الكلام ده عشان الموجة دي ما تطولش كتير وبقول تاني كلمة صعبة الأسد محدش بيأكل أكله فاخون خليكوا أسود الأسد مش كلام الأسد مش كلام كل واحد في موقعه يبقى أسد صغير كلين يبقى أسد كبير قوي حقنا مش بس في مياه ولا كده لا حقنا في الحياة محدش يقدر يجور علينا محدش يقدر يجور علينا ولا على مصالحنا ولا على أمننا القومي أنا بجو أتكلم في المياه بس أتكلم في أي حاجة وأشار سيسي لأن الدولة تعمل على مشروع لتبطين نحو 20 ألف متر من الترع لضمان تقليل الهدر من المياه أتكلم على قطاع زراعة لو أنا أقلقان في قطاع زراعة في المياه أعمل ليس أقلقانين على المياه؟ آه ليكم حق نحن نعمل دلوقتي 20 ألف كيلومتر تبطين للترع عشان نقلل من حجم الفقد يبقى كل المسار ده دكتور مصوفو بيقولي سنتين طب لو إحنا الآنين نعمل إيه؟ يخلص فيها ديه؟ كل ما صار بيتعمل أهالي القرى ديه وبالفلوس يعني مش ببلاش يسهموا في أن إحنا يشتغلوا يطلعوا معانا عشان نخلص إلى 20 ألف كيلومتر اللي هما المرحلة الأولى من تبطين هذه الترع خلال سنة 8 شهر حيقل الفقد ميا كانت بتخش نتيجة مرورها في الأراضي اللي غير مبطنة أو في الترع غير مبطنة طب برضو نحافظ بقى على المصارف والترع بتاعتنا بحالة جيدة ولا نتعدى على الجسور اللي فيها ونعمل منشآت فوق منها وشهد رئيس سيسي على أن نجحها مصانع الغزل والنسيج يعتمد بالأساس على التزام العمالة وجهدها الانتاجي مشيرا إلى أهمية المتابعة الجيدة للياقة البدنية للعمال النهاردة العمالة بتاعت المصنع عايزة 100 ما يبقوش 101 وتابع اللياقة البدنية بتاعت العمالة دي ووزنها وتأهلها وتدربها وبإحقال مستهدفات على المستوى كل عامل ولا لا ثم على مستوى كل قطاع جوه المصنع الكلام دي قلت اللي هو مصطفى في التليفون صحيح مش كده لكن أنا بقوله دي الوقت عشان الناس تعرف عايزين تنجحه أنا كنت بخش مصانع القطاع الخاص ألاقي العمالة اللي موجودة هناك ملايش دعوبية ما تبص ليش خالص كل واحد بيبص على شغله بس عشان هو حيتسيل عليه وحيتحاسب فده معناه أن النجاح لكل الحاجة الجميلة اللي احنا بنفتتاحها وغيره المشكلة كلها في إدارتها إدارة إدارة مزبوطة الأمور تبقى النجاح يستمر وكل ناس تاكل عشي الناس اللي موجودة بتشتغل دي بنجاحهم يفضل المصنع قائم ويشتغلوا على طول يفشل يعني ما فيش فرصة لهم ولا للمصنع وكل الاستثمارات اللي اتعاملت ما تنجحش وأشار رئيس الجمهورية إلى أن صناعة الغزل والنسيق في مصر تعرضت للتدهور خلال السنوات الماضية بسبب سوء الإدارة وشدد على أن الدولة لا تهتم بتجديد مصانع الغزل فحسب بل بإدارة مصانع الغزل بشكل جاد لضمان استمرارها على النحو الأمثل المشكلة في اللي بيحصل أو اللي ممكن يحصل لأي صناعة أو أي منشآت نعملها مش إن هي تبقى جديدة وشكلها كويس دلوقتي لا لا المهم الإدارة بتاعتها الإدارة بتاعتها إدارة المصانع دي بشكل جاد ومنطبط جدا لا يوجد هزار وما لا يوجد دلع أنا أقولي الكلام ده عشان بس بلقوا وإحنا فرحانين أولا نفتتح الحاجة دلوقتي شكلها جديد وزي الفل إنما القضية كلها اللي بتقابل أي صناعة وأي مصانع هو الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة اللي موجودة فيها التواصل الهدف منه إنه هو يبقى جزء من جزء من النجاح عمره ما هيبقى جزء من النجاح لو ما كانش فيه تواصل مستمر مع القائمين على العمل في المصانع دي عشان يبقى عارف هو دوره إيه ولو دوره ده ما تحققش المنشآت دي مش هتنفع وشدد رئيس سيسي على أن دولة بصدد وضع خطة طموحة لتطوير صناعة الغزل والنسيج ودعا قطاع الأعمال إلى المساعدة في وضع خطة لسداد مديونية مصانع الغزل وتطويرها وعمل إحلال كامل لبعض المصانع الدولة بصدد خطة طموحة جدا جدا للغزل والنسيج احنا كنا اعلانا عنها وفيه مصانع المحلة الكبرى مش كده دولة رئيس برنامج أطخم من كده بكتير وأكتر من كده بكتير بس أنا بقوله من دلوقتي عشان أهلنا اللي في المحلة يعرفوا إن إحنا مش مش يعني لن نتخلى على إن إحنا نعيد للمحلة مكانتها اللي تستحقها بس بشرط المكانة دي ما بتتحققش بالدولة فقط لا بينا كلنا بالعاملين والقائمين على الصناعة دية هيتعمل مصانع بنفس المستوى ده في المحلة بس أنا بقول لقطاع الأعمال والكلام ده بتعمل بأن إحنا بنعيد سياغة الأراضي اللي موجودة عشان تساهم في سداد المدينية اللي تكلم عليها اللي هو مصطفى بيقول تلاتة وثلاثين مليار وستاشر مليار تانيين يعني خمسين مليار تقريباً ده ده الحل اللي بيتم تنفيذه للوقتي ثم كمان لتطوير المصانع دي أو مش تطويرها بقى ده إحلال كامل للمصانع اللي إن شاء الله حن خلال يمكن سنتين وحثى الرئيس السيسي المصريين على ضرورة الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا مش حنسى أن أنا أقدم التهنئة للمصريين وللعالم كله بمناسبة عيد الأضحى كل عام وانتوا طيبين جميعاً علينا وعلى كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي وأرجو أن إحنا يعني لأنه طبعاً مش هبقى فيه فرصة نتكلم مرة تانية معاكم أرجو أن إحنا الإجراءات اللي إحنا بعملنا فيما يخص الإجراءات الاحترازية اللي إحنا عملنا في موضوع كورونا أرجو أن إحنا نستمر عليها إحنا بوعينا وبحرصنا خلال الشهور اللي فاتت ربنا سبحانه وتعالى يعني سلمها علينا ووصلنا للرقم كبير ثم بتدرينا يعني دلوقتي الرقم بتدى يتناقص مش عايز خلال يعني التفاؤل باللي بيحصل ده أن إحنا مش بكلم على المصنع أنا بكلم على التفاؤل في التراجع نسب الإصابة وحجم الوفيات قال رئيس السيسي أن نصر مرت خلال السنوات الماضية بتحديات متعددة مشيراً إلى أنه تم تقصيصه 1.1 تريليون جنيه لمشروعات النقل حتى 20-24 ومكلفاً وزير النقل بإدخال القطارات الجديدة للخدمة قبل عيد الأطحى طيب عشان الرقم يبقى واصل لكم يعني ألف مليار جنيه ومئة مليار ألف ومئة مليار جنيه ده للقطاع النقل اللي أنتوا مثلاً ممكن تكونوا مش يعني مش حاول مش منتبهين لي ولا حاجة لسه مشوفتوش قصار يعني لسه النهاردة يعني كان المستهدف في سابعة اللي إحنا فيه ده أن كل القطارات اللي بتتحرك تكون من الجرارات جديدة والعربيات جديدة وجرارات البضاعة نفس الكلام وممكن جزء كبير من السكة والكهرباء بتاعت الإشارات والكلام ده كل نكون خلصناها لكن هي الخطة كده أن هو القطاع تلقوه بمنتهى منتهى القوة هو وطبعاً مش بس في القاهرة في كل حدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قوات المسلحة أن مجمع مصانع الشركة المصرية للتطوير والتنمية بالروبيكي هو مجمع متكامل بكل المرافق التي تم تنفيذه وفق أعلى المعايير وأشار إلى أن المجمع يمكن الدولة من التصدير للأسواق الخارجية والأسواق التنافسية واليوم نفتتح بتشريف سياداتكم مجمع مجمع مصانع الشركة المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكي والتي تعد صرحا جديدا لصناعة الغزل والنسيج في مصر حيث وجهتم سياداتكم بتنفيذ مجمع متكامل يتوافر به كل الخدمات والمرافق وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية ليكون نموزجا يساهم مع المدن الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية لدفع عجلة الإنتاج وتطوير وتوسع قاعدة الصناعة المصرية من جانبي يأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مصطفى أمين على أن مجمع صناعات الغزل والنسيج أقيم على مساحة 430 فدان بالروبيكي ويتكون من سبعة مصانع مختلفة قامت الشركة الوطنية للتنمية الصناعية أحد شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبالتعاون الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء مجمع لصناعات الغزل والنسيج والصناعات الأخرى المكملة لها وذلك على مساحة 430 فدان هنا في منطقة الروبيكي والذي يشرف بافتتاح سيادتكم له اليوم يتكون المجمع حالياً من سبعة مصانع هي مصنع لإنتاج الغزل الرفيع بطاقة إنتاجية 1575 طن من الغزل الرفيع سنوياً مصنع لإنتاج الغزل السميق ومصنعين لتحضيرات وإنتاج النسيج ومصنع لأعمال التريكو هذا بالإضافة إلى مصنعين للصباغة والطباعة اللازمين لتكامل العمليات الإنتاجية ويعد مجمع روبيكي الصناعي صرحاً متكاملاً لصناعة الغزل والنسيج في مصر بمعايير عالمية كان لكاميرا إكسر نيوز جولة داخل مرحلة الأولى من المجمع والتقات عدداً من العاملين ترجمة نانسي قنقر كنت في أحد مصانع الشركة اللي هو مصنع النسيج وهو يعتبر مصنع وسيق ما بين الغزل وما بين السباغة الغرض منه حضرتك تعزيم الاستفادة من الغزول المنتجة في مصنعي الغزل الرفيع والسميق اللي احنا بننتجهم عندنا بالفعل يعني كان الاستراتيجية بتاع الشركة ان احنا نحصل على أحدث تكنولوجيا متوفرة في السوق العالمي لهذه الصناعة المصنع مكون من خطوط انتاج سويسرية إيطالية ألمانية لانتاج الخيوط المخلوطة من القطن والبوليستر لانتاج الأطمشة التي تستخدم في الانتاج العسكري والانتاج المدني المصنع تقتل انتاجية تسعة طن يومي بمتوسط نمرة 36 على واحد عدد العمالة الموجودة 312 عامل مقسمين على مدار الـ 24 ساعة مساحة المصنع 16500 متر اشتركوا في القناة احنا في مجموعة الروبيك المنسوجات تعتبر ديت من أحدث وأفضل ماكينات عالميا واللي بتدعم صناعات الغزل والنسيق في مصر بشكل عام فأي حد يتشرف بالانضمام للمؤسسة العظيمة اللي احنا فيها دلوقتي فكان طبعا فكرة الانضمام للمؤسسة ديت كان مقبول جدا للجميع من خلال المميزات من خلال ان احنا بنخدم بلدنا ووطننا بالصناعات ديت ونأمل ان شاء الله ان احنا يبقى لنا إسح محليا وعالميا ان شاء الله موسيقى 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 في اليوم العالمي لمكافحة الالتهاب الكبدي اشهدت منظمة الصحة العالمية بنجاح مصر في الحفاظ على استمرار برامج مواجهة التهاب الكبد موسيقى 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 باعتباره ركيزة مهمة في بناء وطن قادر على صناعة مستقبل يضمن للاجيال المقبلة حياة صحية خالية من المرض وشهد ملف الصحة سلسلة من الانجازات التي استهدفت تحسين مستوى الخدمات الطبية اضافة الى السعي نحو التخلص من الامراض المزمنة وعلى رأسها فيروس سي ففي اكتوبر 2018 انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية لأكثر من خمسين مليون مواطن حيث تم صرف العلاج بالمجان لأكثر من مليون مريض ممن ثبت اصابتهم بفيروس سي ولم تقتصر المبادرة على المصريين فقط بل شملت مسح الاجانب المقيمين من غير المصريين حيث تم فحص اكثر من 68 الف من غير المصريين وتقديم العلاج بالمجان لمن ثبت اصابته وفي ظل اهتمام مصر بعمقها الافريقي وسعيها الدائم نحو بناء الانسان اطلق الرئيس السيسي مبادرة لعلاج مليون افريقي من المصابين بفيروس سي وارسلت مصر عدة قوافل طبية لتفعيل المبادرة بعدد من الدول الافريقية والكشف على المرضى فضلا عن تدريب الكوادري على اجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية وتقديم المكتشف اصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج رغم التحديات المتعلقة بمواجهة ازمة فيروس كورونا نجحت مصر في الحفاظ على استمرار برامج مواجهة التهاب الكبد الفيروسي بي وسي الامر الذي لقي اشادة واسعة من منظمة الصحة العالمية وقال ممثل المنظمة في مصر جون جابور ان استمرار تقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالفيروسات الكبدية يعد انجازا على جميع المستويات مؤكدا ان منظمة الصحة العالمية ستبقى شريكا لمصر من اجل دعم مشروعات الرعاية الصحية اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاسراع بتنفيذ رؤية متكملة لتنمية وتطوير مدينة سانت كاترين وفقا لتكلفات الرئيس السيسي واخذ الاجتماعه مع وزير الاسكان عاصم الجزار لمناقشة المخطط المقترح لمشروع باب مصر لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد كلف مدبولي وزير الاسكان بالتنصيق مع وزير قطاع الاعمال بشأن الاستغلال الامثل لعدد من قطاع الاراضي التي تملكها الوزارة في بعض المحافظات وإقامة مشروعات تنموية بها كما وجه مدبولي بالتنصيق مع وزير الاوقاف بشأن تحقيق الاستفادة القصوى لعدد من قطاع الاراضي التي تملكها هيئة الاوقاف من خلال تنفيذ مشروعات سكنية عليها لا سيما في المحافظات التي لا تتوفر بها اراضي في المدن السكنية القديمة شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية مجمعات الصناعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات في زيادة الانتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وخلال اجتماعه مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بإقامة تلك المجمعات أكد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ النهائية وتجهيز المرافق والخدمات والطرح على المستفدين طبقا للأنشطة التي تم تحديدها ومن جانبها أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ ثلاث عشرة منطقة صناعية موزعة على عدد من محافظات الجمهورية وتضم أربعة ألاف وثلاثمائة وإحدى عشرة وحدة صناعية يتم إقامتها على مساحة كلية تصل إلى خمسمائة وتمانية وتلاتين فدان عقد مدبولي اجتماعا حضره جمال نجم نائب محافظ بنك المركزي ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك لمتابعة موقف أعمال التنفيذ والتشطيبات الخاصة بفروع البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة في بداية الاجتماع أكد مدبولي حرص الحكومة على مراجعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات التي تم تنفيذها في العاصمة الإدارية أولا بأول خاصة في كل من الحي الحكومي وحي المال والأعمال لسيما البنوك بشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بضرورة الإسراع بتنفيذ وتشطيب أفرع البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة لتكون جاهزة للعمل مع بدء انتقال الحكومة للعمل من هناك عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اجتماعه الشهري في مقار الصندوق وشهد الاجتماع مناقشة المقترح الخاص بعمل تحالف تعليمي يتشارك فيه الصندوق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركاء الصناعة من أصحاب العمل بغرض تأسيس مجلس ممتحنين وطني لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية ومنح شهادات المؤهلات المهنية في التخصصات التكنولوجية المختلفة كما قرر المجلس بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد في مجمعي الفيوم وأسيوت يوم العشرين من سبتمبر المقبل ومجمعي أبو غالب والأميرية يوم الثالث من أكتوبر المقبل وصل رجب طيب إردوغان الإطاحة بقيادات من الجيش التركي وتعين موالين له وقد أصدر إردوغان قرارا جديدا بإحالة قادة عسكريين إلى التقاعد وذلك بعد يومين من الإطاحة بالعشرات من صفوف الجيش في محاولة للحفاظ على مواليه في تلك المؤسسة التي طالما يخشاها شملت عملية الإطاحة والتعين قيادات بقوات الدرك وخفر السواحل لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن التركي مرحبا بك أستاذ محمد معنا في هذا النقاش ما دلالة أن يستمر إردوغان حتى الآن في هذه السياسة في الإطاحة بقيادات من الجيش نعم تحياتي لحضرتك بداية للسادة المشاهدين الإجابة ببساطة على سؤال حضرتك هو أن أردوغان يتحسب أو يترقب انقلاب حقيقي في تركيا في الفترة القادمة وهذا ما اكتشفته مؤخرا مؤسسة رامز الأمريكية للبحوث والتطوير والتي أشارت إلى أن أردوغان يترقب بين لحظة وآخرى انقلابا جديدا من الجيش التركي بسبب أولا اخطاقه في العمليات العسكرية العدوانية على ليبيا الشقيقة ومن قبلها سوريا إضافة لحالة الغضب الشديدة في صفوف الجيش التركي على مستوى القادة وعلى مستوى الرتب الأدنى أو حتى على مستوى الجنود هل يعني ذلك أن هناك حركة رافضة بدأ يستشعرها الرئيس التركي وهو ما يبرر هذه الإطاحات لأنه إن كان يريد الإطاحة بمن يدعي أنهم ينتمون لجماعة جولان منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016 كان لديه أكثر من أربع سنوات ليقوم بذلك هو في كل مرة بيتجدد الدم الرافض لأردوغان في الجيش التركي هذه الدماء التي ترفض تغيير العقيدة القتالية للكيش التركي لتصبح عقيدة فاشية دينية بدلا من العقيدة التي ترسخت منذ تأسيس الجمهورية التركية والقائمة على حماية حدود الجمهورية المدنية التركية فتم في هذا الإطار الإطاحة بعشرين ألف عنصر من عناصر الجيش التركي على مستوى القعدة وعلى مستوى الرتب وآخرهم التلاتين اللي هم ما بين ردة طريق في القوات البرية أو ردة أدمرال في القوات البحرية فالعملات تغيير على مستوى القادة بتتم على قدم وسط كان عندهم قبل المحاولة المزعومة للانقلاب أكثر من 329 رتبة عليا من الرتبتين دول تحديدا تم تقلصهم على أربع أو خمس مرات في غضون الأربع سنوات الماضية ومعظمهم ممن تلقوا دورات تدريبية ومستوى تأهيل عالي وتم استبدالهم في عملية إعادة هيكلة بيشرف عليها مستشار الإخواني عدنان تانيرفيردي منذ 2016 لإحلال قيادات جديدة وإدخال دماء إخوانية على مستوى القاعدة في الجيش التركي فالمتصور أنه مع استمرار إخطاقات العسكرية خصوصا إذا تواجه الشعب الليبي بهزيمة كبيرة لفلول الجيش التركي اللي احنا شتناه تم تعريته وإهانته من جانب ميليشيات أردوران في السابر إذا تواجد العمليات الجارية في ليبيا العسكرية حاليا بهزيمة واضحة للجيش التركي فينطفد الجيش على مستوى القاعدة أو على مستوى القمة للإطاحة بهذه الطغمة الفاسدة بقيادة أردوران الذي أصبح وفق كل وسائل الإعلام الغربية يجلس الآن على عرش الغرب في تركيا طيب طبقا للخبر يعني هذه الإطاحات جاءت في قطاعي قوات الدرك وخفر السواحل لماذا هذان القطاعان بالتحديد وما الذي يمثله ذلك بالنسبة للمشهد العسكري بتركيا خلينا بداية من قوات البحرية احنا عارفين ان هو بيحاول يعيد توجيه القوات البحرية الى مسارات اخرى لا تستطيع فيها تنفيذ مهمها بكفاء يعني يدفع بموارج وقطع بحرية بعيدة عن الحدود التركية لانه شخص مش عسكري ومش مؤهل فيدفعهم في عمليات بعيدة عن الحدود لا يوجد عمك كافي لتأمين هذه القوات البحرية بشكل محدد وهناك الان وهذا هو الاخطر مخاوس لدى العديد من قادة البحرية التركية ان يكون اردوغان بنفسه هو من يريد ان يلقوا هزيمة تواق في ليبيا او في اي مكان اخر حتى يستطيع تصفية ما تبقى منهم في القوات البحرية التركية اللي هي حاليا الشوكة الكبيرة في ظهر اردوغان اللي هو غير قادر على الدفع بعناصر اخوانية فيها لان ما فيش عناصر اخوانية تملك مهارات القوات البحرية يمكن على المستوى الباري عنده اللي هم جماعة اللي بيشيلوا سلاح بقى وارهابيين اللي احنا شوناهم قبل كده دول لكن القوات البحرية ماينفعش يضغط على زرار يشيل الف بحر ويدخل الف بحر اخواني فامر مستحيل فهي بتشكل مخاوف كبيرة وقت الدرك هو بيحاول يحل عناصر اخرى علشان لو الشعب انطفض ضده ميدنيا يبقى فيه عناصر مؤهلة اضافة للميليشيات الاخوانية ومعها مع الاسف المئات من العرب اللي هو بيقويهم حاليا في تركيا مفهوم وبيوضطهم لصالح عمليات داخلية وضحت الفكرة استاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط حضرت الامم المتحدة من ان وسائل الاعلام المستقلة في تركيا تتعرض لتهديد خطير وذلك في الوقت الذي يحاول في نظام اردوغان اصدار قانون لتجديد سيطرته على المشهد الاعلامي واعربت ليست روسيل المتحدثة باسم المفاوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة عن القلق من تحركات نظام اردوغان لتقديم مشروع قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي واشارت الى ان القانون من شأنه ان يمنح النظام التركي ادوات قوية لتأكيد مزيد من السيطرة على المشهد الاعلامي كما ان القانون من شأنه تقويت حق المواطنين في تركيا في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والسياسية واشارت الى ان المخاوف تزيدت في سياق جائحة كورونا وانه وفقا للارقام التي قدمتها وزارة الداخلية التركية حتى مايو الماضي فقد تم احتجاز 510 اشخاص على الاقل بسبب مزاعمة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قالت السلطات انها استفزازية ولا اساس لها دعت كل من الولايات المتحدة واوروبا تركية الى اطلاق صراح رجل الاعمال عثمان كفالا المعروف باعماله الخيرية والذي اكمل يومه الالف في الحبس دون ادانة وبعد تبريئته في قضية سابقة ودعا وكيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية دعا تركيا الى الافراج عن كفالا نظرا لعدم ادانته وتطبيق التزاماتها بالعدالة والسيادة القانونة وقال ناتشو سانشيف امور المقرر المختص بشؤون تركيا في البرلمان الاوروبي ان كفالا اصبح يمثل اختبارا لصدق تركيا فيما يتعلق بحقوق الانسان قال حزب الخير التركي المعارض ان الاقتصاد التركي شهد اسوأ فتراته على الاطلاق خلال السنوات الخمس الاخيرة واوضح رئيس سياسات التنمية في الحزب اسماعيل تاتلي اوغلو خلال مؤتمر جماهيري ان احصاءات البطالة ومعدل النمو تشير الى ان الاقتصاد التركي في تراجع مستمر تحت حكم اردوغان واتهم اوغلو حزب العدالة والتنمية الحاكم باستنزاف موارد وامكانات الدولة لصالح اجندات خارجية مشيرا الى ان احتياطي تركيا يتراجع شهريا بنحو 5 مليارات دولار على الاقل اعلنت وزارة الخارجية العراقية تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول تأشيرات الدخول وقالت الخارجية العراقية ان تعليق العمل بمذكرة التفاهم القنصلي التي وقعها العراق مع تركيا عام 2009 وتقضي بان يحصل المسافر على تأشيرة الدخول في المنافذ الحدودية من دون ان يراجع السفارة والقنصلي المعنية وذلك لتوفير التسهيلات لتنقل رعاية البلدين وذلك ردا على ايقاف تركيا العمل من جانبها بمضمون المذكرة وذلك تطبيقا لمبدأ التعامل بالمثل طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي القوات والاجهزة الامنية بحماية حركة التظاهر السلمي من اي استهداف او محاولة لخلق الاوراق من اي جهة وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اكد القادمي انه لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة وانه بصدر اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب العراقيين شيرا الى ان الحكومة تعمل بكل جهد لتدليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم وموجها الوزراء بالاستماع لمطالب المواطنين والنزول الى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب قائلا ان الخطط الاصلاحية يجب ان توزيها خطط ممثلة لاستعاب مطالب المواطنين قرر مجلس النواب اللبناني تقديم شكوى الى الامة المتحدة احتجاجا على ما وصفه بالاعتداء الاسرائيلي الذي وقع على الحدود اللبنانية وقد ادان المجلس الاعلى للدفاع في لبنان العدوان الذي نفذته اسرائيل على الجنوب اللبناني معتبرا انه شكل اعتداء صريحا على السيادة اللبنانية جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع الاعلى الذي ترأسه الرئيس اللبناني ميشيل عون وشارك فيه رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون وقادة ورؤساء الاجهزة العسكرية والامنية والاستخباراتية قال رئيس الوزراء اللبناني ان اسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا خارقت القرار 1701 عبر تصعيد عسكري خطير وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعا دياب المجلس الاعلى للدفاع اللبناني في اجتماع عقد دعاء بالحضر خلال الايام القادمة وعبر عن تخوفه من انزلق الامور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على الحدود وكان الرئيس اللبناني قد رأس جلسة المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدة لبحث التدعيات الاخيرة وقد ساد هدوء يشبه توتر على الحدود الاسرائيلية اللبنانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم جاء ذلك بعد الاشتباكات بالنيران الحية التي نتجت عن مقالة اسرائيل انها محاولة تسلل من قبل عناصر طبعة لحزب الله فيما لم يذكر اي من الجانبين وقوع خسائر خلال معركة دامت لأكثر من ساعة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت على الحاجة إلى تجديد الثقافة العربية معتابرا أن قضية الثقافة هي أول قضايا الأمن القومي وخلال كلمته بمناسبة مروري خمسين عاما على تأسيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو أشار أبو الغيت إلى تآكل بعد مظاهر التسامح والانفتاح من الثقافة العربية وتسلل التعصب والتطرف والاكتفاء بالذات وأن تطورات العقد الماضي أدبتت أن هذه الأمراض التي أصابت الثقافة العربية لها سلة وثيقة بما أصاب المجتمعات العربية من نزاعات طائفية وعنف يرتدي عباءة الدين واحتراب بين أبناء الوطن الواحد طلب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث بخطوات مباشرة وسريعة لوقف إطلاق النار في اليمن بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأطحى وفي إحاطة لمجلس الأمن أشار جريفث إلى أن حياة اليمنيين تسداد صعوبة ومأساوية رافتا إلى حدوث حالات خرق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية رفضت صحفية شهيرة في أدربيجان وتدعى خديجة إسماعيل عرضا مغريا قدمته قطر عبر مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد وكانت خديجة تلقت جائزة من المركز وقيمتها 250 ألف دولار أمريكي ولكنها لم تسرع إلى قبولها متهمة قطر بأنها تسعى من وراء الجائزة إلى إبقاء الصحفيين المشهورين تحت تأثيرها ومشيرة إلى أن أمير قطر تميم بن حمد يقدم نفسه مصلحا في الوقت الذي أغلق فيه مركزا للصحافة الاستقصائية في بلاده مضيفة أن قطر تعتبر مهنة الصحافة مهنة خطيرة رفض اتلاف المعارضة في مالي رسميا خطة نقترحها زعماء غرب أفريقيا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد مما يعزز احتمالات تندراع المزيد من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في الأسبوع المقبلة واستجاب عشرات الألاف من المحتجين لدعوات المعارضة بالتظاهر في أوائل شهر يونيو الماضي احتجاجا على انتخابات محلية متنازع عليها وما تصفه المعارضة بفساد وضعف كفاءة الحكومة واقترحت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا خطة تشمل استقالة نواب البرلمان المتنازع على فوزهم وإجراء انتخابات تكملية ودعت كذلك إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفتح تحقيق بشأن القتلى أصدرت محكمة ماليزية على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق حكما بالسجن 12 عاما وغرمته نحو 50 مليون دولار جاء ذلك بعدما أدنته المحكمة بتهمة إساءة استغلال السلطة فيما تعلقوا بفضيحة مالية بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي كما قضت المحكمة بسجنه عشر سنوات عن كل واحدة من ثلاث تهم بخيانة الأمانة وثلاث تهم بغسل الأموال من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو 10 مليون دولار أعلنت منظمة الصحة العالمية الناس تناقش هذا الأسبوع حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا بعد ستة أشهر من إعلانها وقال مدير المنظمة تدرس أدهانهم إن لجنة الطوارئ ستدرس استمرار حالة الإنذار القصوى لستة أشهر إضافية مشيرا إلى أن وباء كورونا ما زال يشكل خطرا بالغا ومن المتوقع أن تعتبر لجنة الطوارئ أن الوباء يشكل حالة طوارئ عالمية للصحة العامة ولكن من المحتمل أن تغير بعض توصياتها بشأن كيفية استجابة منظمة الصحة العالمية والعالم للوباء أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس أن إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الأمريكية قد أذنت بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد للفيروس التاجي وبحزب بانس فستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات على اللقاح في 89 مركزا بجميع أنحاء الولايات المتحدة وسيشارك فيها حوالي 30 ألف شخص قال مسؤولون أمريكيون في شركة موديرنا إن اللقاح الذي طورته الشركة لمكافحة فيروس كورونا يمكن أن يصبح جاهزا للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة موديرنا نجاح تجربة اللقاح على 30 ألف حالة والتأكد من فعليته مشيرة إلى أنها تنتظر موافقة الجهات التنظيمية قبل بدء الإنتاج تعتبر هذه التجربة أول دراسة من نوعها في أطار برنامج إدارة ترومب للإسراع بوضع تدابير ضد فيروس كورونا قال ثلاثة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن الجهود الأوروبية الرمية لإنتاج لقاحات فيروس كورونا من خلال شركات فايزر وسانوفي وجونسون جونسون تعصف بها خلافات داخلية أوضح المسؤولون الذين شاركوا في المحادثات أن الخلافات بالسعر وطريقة الدفع وكيفية تقاسم تكليف المسؤولية إذا ظهر اللقاح المحتمل إذا ظهر له أطار جانبية غير متوقعة وكان مسؤولون أوروبيون أبلغ رويترز بأن الاتحاد يجري محادثات مع ست من شركات الأدوية لشراء لقاحات محتملة للوقاية من الفيروس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نصحت وزارة الخارجية الألمانية المسافرين لقضاء عطلة الصيف بتجنب الصفر لمناطق بعينها في إسبانيا بالنظر إلى ازدياد عدد الإصابات بها وفي بيان لها نصحات الخارجية معطنيها بتجنب الرحلات السياحية غير الضرورية لمدن مثل أراجون وكتالونيا بسبب ارتفاع معدل العدوى والإغلاق المحلي سجلت إيران رقما قياسيا جديدا في عدد الوفايات اليومية جراء فيروس كورونا قالت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل مائتين وخمس وثلاثين وفا جديدة خلال الساعات الماضية أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل ألف وتمانمائة وسبع وتسعين إصابة وتسعين وعشرين حالة وفا بفيروس كورونا المستجد قالت الوزارة إن إجمالية حالات الإصابة المسجلة بالوباء في المملكة ارتفع إلى مائتين وسبعين ألف وتمانمائة وإحدى وتلاتين حالة ومشيرة إلى وصول عدد الوفايات إلى الفين وسبعمائة وتسع وثمانين هنأ رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأطحى بهذه المناسبة عهد مدبولي رئيس السيسي على الاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعطاء لمواصلة مسيرة التنمية والبناء كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار بعث وزير الداخلية لواء محمود توفيق ببرقية تهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى وخلال البرقية أكد وزير الداخلية عزم رجال الأمن التصدي لدعاوى الشر والجريمة وبالمناسبة ذاتها بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ورئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمناسبة عيد الأطحى أعلنت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد عن خطة تأمين الطب الشامل خلال احتفالات عيد الأطحى وقالت الوزيرة أنه سيكون في جميع محافظات الجمهورية ستطبق هذه الخطة أشرت أيضا إلى أن الخطة تشمل الدفع بـ 2858 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحضائق والطرق السريعة بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري كما تشمل الخطة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتكثيف وجود الفرق الطبية بأقسام الطوارئ ترجمة نانسي قنقر تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضد عناصر تشكيل عصابي تخصص نشطه الإجرامي في مجال تقليد العملات الوطنية وتزوير المحرارات الرسمية وترويجها على عملائهما رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة زهور العديد من المحرارات الرسمية المقلدة المنسوبة لجهات حكومية بنطاق محافظات القاهرة الجيزة والقليوبية بتكثيف التحريات نجحت الإدارة وبالتنصيق مع قطاع الأمن العام في ضبط العناصر القائمة بعمليات التزوير والترويج ومسنان كون تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحرارات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية وكذا تقليد العملات الوطنية والأجنبية وبحوزتهما تم ضبط الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة في التزوير ومستندات مقلدة ننتقل معكم إلى أخبار التقص حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء تقص حار رطب نهارا لكنه لطيف ليلا على الواجه البحري والقاهرة فيما يريد نتابع بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة